مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلوم اللغة التركية درسنا اليوم رح يكون تكملة لسلسلة الأزمنة المركبة باللشيك زمان لار واليوم رح نحكي عن جليجيك زمان روايتي يعني جليجيك زمان هو الزمن المستقبل اللاحقة مع روايتي يعني الرواية حكينا انها هي اللاحقة مش يعني رح يكون عندي اليوم لاحقتنا للدرس هون مش تحمل نفس المعاني اللي ذكرناها بالدرس السابقة مع شمديك زمان ومع جنيج زمان تعطي معنى الإخبار أو النقل تمام أو إني أروي ما سمعت أروي ما عرفت أروي ما وصل إلي مثلا ناخد مثال عسري عندي الفعل آل رح ناخده بثلاث حالات أل جاك أل جاك ت أل جاك مش تمام أل جاك يعني هو سوف يأخذ أو سوف يشتري هذا مستقبل عادي أل جاك ت هون ضفنا الماضي المحدد واللي أخرناه هذا زمن حكاية انه كان سيأخذ ولكن ما أخذ بمعنى انه لم يحدث الفعل مثلا بقول أو أرباء أل جاك ت أما ألمض هو كان سيشتري سيارة لكن لم يستطع أن يشتريها بمعنى ليه لسبب معين أما أل جاك مش هون كمان تحمل المعنين يا أما أقول أنه هو مثلا أو أرباء أل جاك هي أصلا مثلا حد يحكي لي أنه فلان أرباء أل جاك هو سوف يشتري سيارة وأنا أروح أنقل هذا الكلام أقول فلان أرباء أل جاك مش سوف يشتري سيارة هون عم بيحكي عن الزمن المستقبل ولكن ضفنا اللاحقة مش لأعطي طريقة النقل لأني أنا عم أخبر أو عم أنقل أنا ما سمعت أو ما عرفت أو ممكن يكون مثلا أو أرباء أل جاك مش أما ألا ما مش يعني هو كان سيشتري سيارة لكن لم يستطع أن يشتريها كمان هون ممكن نحكي عن شيء كان سيحدث ولكن لم يحدث ولكن بطريقة النقل فلازم أضيف اللاحقة مش بهاي الطريقة فبهاي الطريقة أصدقائي تستخدموا هذا الزمن نشوف الأمثلة اللي عدنا لحتى نفهم الفكرة بشكل أوضع مثل العادة نبدأ أصدقائي بشكل الفعل خليني أعطيكم الأشكال الأربعة على الفعل كيف رح تكون بحالة الإثبات مثل ما حكينا مني شوي رح يكون عندي جذر الفعل زائد اللاحقة المركبة أجاك مش أو أجاك مش طبعا مسبوقة بحرف الحماية إذا لزم ولاحقة الضمير الشخصي أو بحالة النفي رح أنفي نفي عادي مثل ما أنفي بالعادة كل فعل يعني الفعل رح تجي بعده أداة النفي ما أو ما زائد اللاحقة المركبة أجاك مش أو أجاك مش طبعا هون رح نضطر نضيف حرف الحماية زائد لاحقة الضمير الشخصي بحالة السؤال رح ينفصل شوي تنفصل عندي اللواحق رح يكون عندي الفعل زائد اللاحقة أجاك بس بعده أضيف أداة السؤال ويتصل فيها تتصل فيها اللاحقة مش مع لاحقة الضمير الشخصي مع ملاحظة أني أضيف حرف الحماية لللاحقة مش يعني رح تصير أجاك ميمش زائد لاحقة الضمير الشخصي أو أجاك ميمش زائد لاحقة الضمير الشخصي في حالة السؤال المنفي نفس الطريقة ولكن رح أنفي اللاحقة رح أنفي الفعل يعني فعل زائد ما ياجاك ميمش أو ما ياجاك ميمش بهذه الطريقة وطبعا ما ننسى إضافة لاحقة الضمير الشخصي على سيرة الضمير الشخصي في عنا الضمير الضمير أون لار لاحقته لار ولار دائما تيجي بالوسط يعني هي نحنا مثل ما شفتوا دائما لاحقة الضمير الشخصي عم تيجي بنهاية الفعل ولكن اللاحقة لار رح تيجي بين أجاك وبين المش حتى بالأزمنة السابقة مثلا عندي مثال فاطمة إلى أحمد أيلول دي أبلنجك لار مش فاطمة إلى أحمد فاطمة وأحمد أيلول دي في أيلول أبلنجك لار أبلنجك لار مش يعني سمعتوا أو قيل لي أو عرفتوا أن فاطمة وأحمد سوف يتزوجون في أيلول طبعا أنا ما شف ما عم بحكي عن شي شفتوا أو أنا قررتوا شي ما شفتوا أكيد لأنه بالمستقبل ولا أنا قررتوا أن أسمعت هذا القرار من حدا فبقول اللاحقة مش بس شوفوا اللاحقة الضمير الشخصي ما بقول أبلنجك مش لار هاي بس مع الضمير جملة أخرى بيز سنين ل برابر تلشجاك مشز بيز سنين ل برابر تلشجاك مشز تلشجاز نحن سوف نعمل معك نحن وأنت يعني نحن سوف نعمل معن معك تلشجاك مشز يعني قيل لي أننا سنعمل معن يعني هذا القرار مو قراري لنفرض أنا أشتغل بمكان بشركة ووصلني قرار أنه أنا رح أشتغل مع الشخص الفلان فأروح لهذا الشخص وأقول له عرفتوا أننا قيل لي أننا سوف نعمل معن بيز سنين ل برابر تلشجاك مشز جملة أخرى سان تشن مي جاك مشز نولدوا دا فكريني دايش تردن سان تشن مي جاك مشز يعني سمعتوا أنك وين سمعتوا متل ما حكينا لائما اللاحقة مش تعطي هذا المعنى سمعتوا أنك لن تنتقل سوف لن تنتقل نولدوا دا فكريني دايش تردن ما الذي حصل حتى فكريني دايش تردن غيرت رأيك انسان تشن مي جاك مشز سمعتوا أنك لن تنتقل ما الذي حصل حتى غيرت رأيك جملة أخرى هون عم بحكي عن حالي ولكن مو عن قراري أنا عن حدا قرر عني وأنا يعني أنا سأفعل وكذا قيل لي أنني سأفعل وكذا بحسب ما قال الطبيب من الآن فصاعدا أنا سأقوم بديت الحمية الغذائية قيل لي أنني سأقوم بالحمية الغذائية وقيل لي أنني لن أكل خبز أو أرز عم بحكي عن حالي باستخدام اللاحقة مش ولكن مو بقراري بقرار آخرين عني أو بكلام الآخرين عني جملة أخرى أنا عم أسأل شخص هل اتصل بك علي؟ يعني هون عم أسأله بالمش بمعنى ماذا قال لك؟ ماذا قيل لك؟ ماذا سمعت؟ قال لي جاك ميمش قال لي جاك ميمش أو قال جاك ميمش هو قال لي جاك ميمش هل سيأتي أم لن يأتي؟ بمعنى هون بدي من الشخص يعطيني الجواب مو رأيه أو من عنده حسب ما سمع أو حسب ما قيل له فمثل ما شفتوا أصدقائي نحنا منضيف اللاحقة مش بعد الزمن المستقبل لنحكي عن أشياء ستحصل في المستقبل ولكن هاي الأشياء نحنا سمعنا أنها ستحصل قيل لنا أنها ستحدث وحكينا بالبداية أنه ممكن يعطيني هذا الزمن معنى آخر مثل الزمن الحكاية يعني كان سيحصل ولكن كمان سمعته خلينا نأخذ مثالين لتشوفوا الفرق بان أون لا قدي جاك تم أمام نشايت أول مضم بان أون لا قدي جاك تم أمام نشايت أول مضم هون بمعنى الجملة أنا كنت سأذهب معه لكن لم أتفرغ يعني لم أكن متاحا قدي جاك تم هون أنا مدركة لهذا الشيء وأنا عم بحكي عن حالي أنه أنا عم بحكي عن حالي قراري كنت سأذهب معه لكن لم أتفرغ لكن الجملة الأخرى بان أون لا قدي جاك مشم شافين الجملة بان أون لا قدي جاك مشم أما وأنا سوز فارمشم وأعطيته يعني قيل لي أنني كنت سأذهب معه وقيل لي أنني أعطيته وعدا فارمشم بمعنى هون أني أنا عاملة شغلة حاكية شغلة بس ما أتذكر يعني ما أنا متذكر الكلام أبدا أني أنا أعطي وعد لشخص أني أنا راح روح معه تمام لما يجي يذكرني أنا ما أتذكر فعم بحكي عن حالي عن أنه شو عم ينقال على لساني أنا بس أنا ما متذكر أبدا هذا الشيء مثلا هذا موقف من المواقف بان أون لا قدي جاك مشم كنت سأذهب معه أنا سوز فارمشم وأنا أعطيته وعدا بمعنى قيل لي أنني كنت سأذهب معه أو أنني أعطيته وعدا لكنني لست مدركة لذلك أبدا بمعنى ما عم أتذكر هذا الشيء فكمان هي طريقة لإضافة اللاحقمش طبعا عم نضيف اللاحقمش لكل الأزمنة سواء يورمش مثل ما شفتوا اللاحقة الواسع الرمش واللاحقة أجاك مش لا تعطيني تقريبا نفس المعاني ولكن بأزمنة مختلفة هذا كان درسنا لليوم أصدقائي درسنا زمان روايتي الزمن المستقبل الرواية كيف دمجنا اللاحقة أجاك إيجيك لاحقة المستقبل مع اللاحقة مش إن شاء الله يكون درسنا سهل وبسيط إن شاء الله استفدتم منه ظلوا دائما بخير مع السلامة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة